حياك حياك الله أخي محمد وحيا الله بالجميع أشكرك أخي محمد واشكرك جهودك نعم كلامك سليم أخي محمد وهكذا نحن الجو عندنا في الأردن من مبارح الأجواء مش مستقرة يعني من مبارح سحب ورياح وتساقط أمطار واليوم أيضاً اللي هو اليوم الخميس أمطار بغزارة درجة الحرارة متدنية وما في ولا نحلة طلعة بر الخلية ويجي واحد يقول لي تحفيز وتنشيط أتحفز وين؟ أين بدك تحفز؟ يعني أروح أقدم تغزية سكرية للنحل وبعد يومين أو ثلاثة أروح أشيلها أرميها يعني ليس منطق هذا فبالتالي الإنسان يكون عينه ومزانه شفت الأجواء استقرت عندك وبدأ النحل ينشط أنا بنشط مع النحل النحل يشتغل أنا بشتغل مع النحل لكن النحل مريح خلاص خليه ريح لا تنبش فيه طالما عنده تغزيته خليته كويسة ومعزولة ومحيزة خلاص لا تنبش فيه أتركه أتركه أسبوع عشر أيام إن الله مع الصبرين ما طارت الدنيا يعني ليش أروح أنبش وأبكر بالتحفيز؟ لا التحفيز مقرون بالنشاط والنشاط مقرون بالاعتدال الجوي فبالتالي طالما مذالت الرؤية أمامنا هكذا إنه الأجواء مش مستقرة خلاص ما نقرر إن احنا نبدأ نبدأ مع بدء الاستقرار هياك الله أخي محمد وحيا الله بالجميع هياك الله أخي محمد وحيا الله بالجميع أشرته أنا أخي محمد إلى الملف الذي آآ ورد مني وهو بموضوع حصر المنحل حتى نقف على بينا من وضع المنحل موضوع الحصر مهم أخي محمد يعني مثلا الآن أنت قلت أبقى أنست على اشتغل عندي استلم المنحل هذا بده أقول لك أعطيني سجله أو أعطيني معطياته أو أعطيني فكرة عن المنحل كاملة بقعد معك نصف ساعة ساعة بتقول لي أنا عندي خمسين خلية منهم أربعين خلية مثلا سبع أقراص منهم عشر خلية خمس أقراص وضعهم كذا 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 عشان أعرف أشتغل وجهز الخطة بدون ما أعرف أي شيء عن المنحل كيف بدأ أشتغل إذا كنت أنت لا تدري على المنحل فسأطلب منك مثلا يوم أو يومين أقول لك خليني أكشف على النحل أخذ جولة في المنحل أسجل كل المدونات الموجودة والمعطيات الموجودة في المنحل وبناء عليه بقول لك أنا إيش خطة العمل عندي أما أعطيك خطة عمل بدون ما أعرف شيء عن المنحل لا من أولويات الأمور وأبجديات العمل إن أعرف كل صغيرة وكبيرة عن معطيات المنحل حتى أقدم خطة العمل أشرت هنا قلت إلى خلايا مثلا ستة أقراص وخلايا ثلاث أقراص إيش الحل مع هذه الخلايا الصغيرة أو الليازات الثلاث أقراص طبعا بعض النقاط أتركها أنا لا أتطرق لها أتركها للنقاش لكن ما حدش سأل في السؤال هذا إلا أنت سألت عليه وكنت أنتظر حدا يسأل السؤال هذا فبالتالي الخلايا هذه زات الثلاث أقراص معرفة سبب عدم تقدمها أو وضعيتها الحالية هذا أول شيء النقفة الثانية أقوم بدعمها من الخلايا القوية أعطيها قرص حضنة أدعمها مرة أو مرتين استجابت للدعم خير على خير ما استجابت للدعم هذه تسجل ضمن خطة تغيير الملكات في الدفعة الأولى أول مجأة بقى رب ملكات أحصر هذه الخلايا أقول أني عندي عشرين خلية ملكاتها متعسرة أو عملها غير مرضي هذه تغير في الدفعة الأولى بغير الملكات وانتهى الأمر حياك الله وبرك الله بك حياك الله أخي محمد طبعا الخلايا اللي هي ميؤوس منها هذه يتم تغيير ملكاتها مباشرة أول ما تسمح الظروف في تربية ملكات أقوم بتغييرها بالنسبة لموضوع مكافحة الفاروة طبعا مع بداية الاعتدال الحراري نبدأ نكافحة الفاروة إيش هي المادة الأول اللي ننصح بها بنقول النحلة خارج من فترة الشتاء وممكن يكون عليه متبقيات من فاروة من الخريف أغسلوا غسلة بالأكزوليك أسد أول شيء استخدم لك جرعة أكزوليك أسد اغسله منه محلول سكري نحلة بلعق وبنظف بعضه وفي نفس الوقت بتنزل كمية كبيرة من الفاروة بعد ذلك إذا وجدت عندك فاروة اشتغل بالفورميك أسد ما عندك أي مشكلة أبدا أبدا يعني فإذن إذا كانت الأجواء معتادة عندك ابدأ وتوكل على الله ما في أي مشكلة حياك الله حياك الله أخي محمد وحيا الله بالجميع بالنسبة لإستخدام الخل أخي محمد في تربية النحل هو مهم جدا نستخدمه في التغذية السكرية وفي العجينة السكرية ونستخدمه رشة على النحل نستخدمه في التغذية السكرية لتعديل الحموضة يعني عادة تكون حموضة الماء مع المحلول السكري تكاد تكون البي ايتش فيها 7.4 7.2 يعني في حدود 7 عندما نستخدم الخل بنسبة مثلا 10 مل او 15 مل في التغذية السكرية بنرفع الحموضة الشوية بنخليها 0.4 و 5 من 10 طبعا انا قلت هي بتكون في حدود الموجودة قبل الخل بتكون في حدود السبعة انا قلت نرفعها الاربعة يقائك هذا البعض يقول لك انت رقم اربعة انزلت بونس ما رفعت لا هي عكسية هي العملية عكسية بالنسبة للحموضة يعني الحموضة كلما ارتفع البي ايتش بتكون هي تميل الى القاعدية بالنسبة للمحليل هذه سواء الماء سواء المحلول السكري هنا في عندنا ثلاث مور في حامضي وفي قلوي وفي قاعدي الحامض اللي هو يميل الى الحموضة اكثر والقلوي للقلوية والقاعدي اللي هو وسط بين الحمضي والقاعدي فعندما انا ارفع البي ايتش في المحلول السكري الى اربعة اربعة ونص يكاد هو يماثل الموجودة في الرحيق تقريبا يعني كمضاهر للرحيق وفي نفس الوقت هي تفيد بتنشط النحل وتفيد بالنسبة للجهاز المناعي او لمناعة النحل وتحمي النحل من الميكروبات ومن امور كثيرة جدا يعني الواسط الحامضي هو يقلل شوية في عملية النشاط الميكروبات يعني خاصة الفيروسات والبكتيريا والامور هاي استخدام الخلي بالنسبة لرشه على النحل ايضا هو مفيد بهذا الجانب يعني كثير جدا يعني طب كيف استخدمه طيب؟ بتجيب لتر خلي و لتر مية منص واحد لواحد وبإمكانك ترشي خلي لحاله بدون ما تحطها لمية لكن لتر خلي مع لتر محلول سكري والمحلول السكري يكون ثقيل شوية واحد لواحد وبعطي لكل خليها خمسين ملي نفس الجرعة اللي بيستخدمها في الفورميك أسد نفس الجرعة اللي بيستخدمها في الأكزوليك أسد شوف رقم خمسين ملي متكرر معنا في قواسم مشتركة في مكافحة بالأكزوليك وفي بالفورميك أيضا لأنه هاي كمية خمسين ملي لما ترش على عشر أقراص أو سبع أقراص ما بتأثر في رطوبة ولا بتأثر في أي شيء على النحل فعادي لو رشت النحل مرة مرتين ثلاثة في السنة بالخل لا يوجد أي إشكالية هو مفيد ومعقم وبنظف النحل تمام يعني فهذه طريقة استخدام الخل رشا على الأقراص طبعا أنا أثناء الرش ما برفع ولا قرص ولا شيء تبقى الأقراص كما هي وعندي بخاخة زي بخاخة الحلاق كما تفضلت أو بخاخة المبادات الحشرية حجم صغير شرط أن ما يكونش تم استخدامها لمبادات حشرية تكون مخصصة هذه للنحل برش على قمم الأقراص وفي الممرات النحلية وفي الفراغ الموجود داخل للسندوق هذه بعطي لكل خلية حوالي خمسين ملي خمسين ملي فيه أجهزة بتقدر الخمسين ملي إذا أرادنا أن نجيب فيه أجهزة بتقدر بالملي كم ملي تأطل الخلية فيها تدريج أراد النحل يعني يقدرها تقديريا يعني هو ونظره قل مثلا هذا الليتر يكفي عشرين خلية خلاص ماشي الحال هو شايف الرشاشة وعينه وميزانه كما نقول فبيعطي لك الخلية بهذا القدر ويرش على كل الخلايا فهو ممتاز ولا يوجد فيه أي إشكالية حياك الله وبرك الله بي حياك الله أخي محمد وحيا الله بالجميع أشرت هنا أخي محمد بهذا الملف بالنسبة للعجينة السكرية قلت خلاص العجينة السكرية انتهى دورها أو نبقى محتفظين بكمية منها في البيت طبعا بداية هي العجينة السكرية تعتبر صالحة لمدة سنة لا تتلف الأمر الثاني طالما اعتدلت الأجواء أصبحنا ليسنا بحاجة إلى العجينة السكرية لكن هي تبقى موجودة عندك احتياط هاي الفترة اللي جاي إن شاء الله التكهنات الجوية تقول أن فيها اعتدال هاي الفترة أنا أستغلها أستغلها لنحلي زيارات قريبة وتغزية واهتمام بالنحل لأن النحل رح يدخل مرحلة النشاط فبالتالي أنا أوجد يعني داخل الخلايا ما يكفي النحل من خلال التغزية التي أقدمها يعني لا أقدم تغزية كثير ولا قليل يعني تنشيط للنحل ولو خزن منها شي قليل لا بأس يكون للطوارئ البعض يقول أنا لا أريد أدفع النحل للتغزين يا أخي مش معنى أنك يعني لو خزن النحل في قرص يعني أو نص قرص هل هذا يعتبر تخزين لا لا يعتبر تخزين خزن النحل عمل هلال عسلي من خلال هذه التغزية هل هذا يعتبر تخزين ويحجز الملكة لا لا يعتبر تخزين فبالتالي أنا أعطي كمية تغزية تكفي حاجة النحل في نشاطه الآن وتخزين قليل فيما لو إيجا منخفض يومين ثلاثة أسبوع لا بأس الأمر الثاني إذا اضطررت وكنت مضطر تكون العجنة عندي جهزة كما تفضلت إنه إيجا العام في منخفض في مصر بخمسة وعشرين اتنين تقريبا وفاكروا أنا هذا المنخفض حتى قيل أن الإسكندرية عامت بالمية وكنا نشوف ناس مش عارفين يقطعوا الشوارع حتى من ضمن المناظر الملفتة للنظر شفت واحد شغال سرفيس يحمل الواحد على كتف ويشيله يضطعه من الرصيف للرصيف على الشرع يخد له جنيه أو اتنين جنيه زي اللي هو السرفيس اللي بيشتغل داخل المدينة قلت كويس الحمد لله الله جاب له شغلة بهذا المطر وصار يترزق من ورا هاي الشغلة يعني أنت عايز تعدم الشارع ومش عايز تشلحم لبسك وتنزل في المية بيشيلك بعديك على الجهة التانية وياخد جنيه قلت كويس السرفيس ممتاز فطبعا أخي محمد تكون العجينة موجودة عندنا بالفترة هاي ومن خلال متابعتنا للأرصاد الجوية إذا أشاروا إشارات أن في منخفض جاي أسحب حالي ويطلع على المنحل وأخذ ماء عجينة وقدم لكل خلية نصف كيلو إذا ما فادت النحل مش راح تضر هل فيها ضرر لو كانت موجودة داخل خلية لكن هناك ضرر لو هي مش موجودة والنحل ما عندوش فبالتالي تهلك المنحل فأمسك العصب النص من جهة العجينة ومن جهة المحلج السكري الفترة لجواء المعتدلة أشتغل فيها تماماً 100% وفي نفس الوقت أكون عند احتياط بالنسبة للعجينة بناء على التكهنات الجوية حياك الله وبرك الله بك حياك الله أخي محمد وحيلا بالجميع بالنسبة للإشارة هنا إلى استخدام قرص شامع ممطوط أو مبني في أول إضافة نظراً طبعاً لأنه النحل خارج من الشتاء مجهد وتعبان وكذا فلا نريد أن نزود إجهاد النحل ونقدم له أساس يقوم ببناءه طيب وأنت أشرته قلت لمن لا يوجد لديه أقراص مبنية إيش يعمل يروح يشتري يعني من ناس تانية لا ما يشتري من ناس تانية لأنه ما هو الضامن أن هذه الأقراص ما فيها أمراض الأمر الثاني أغلب النحلين عندهم لأنه إحنا رفعنا أقراص في قبل الشتاء وأثناء التشتيع أيضاً رفعنا أقراص فبالتالي تجد عندنا كلنا حال مثلاً ما يكفي لكل خلية قرصين وهي الخطوة الأولى ما عنده مثلاً أقراص رفعها بر إحنا الآن مثلاً في المنحلوب نشتغل شوفت خلية محتاجة لقرص شو بقول لك محمد بقول لك محمد روح على الخلية رقم واحد هات لي منها قرص فاضي وخد ودي لها قرص حضنة يبقى أنا إيش سويت أخدت قرص فاضي من خلية ضعيفة ما فيش فيها حضنة ولا شيء أعطيته لخلية قوية واخدت قرص حضنة من خلية قوية أعطيته لخلية ضعيفة يبقى في نفس الوقت ضربته عسفرين بحجر الأمر الثاني بالنسبة للأقراص المخزونة عندك ما هي الإجراءات الواجب اتباعها قبل تقديمها للخلية أول شيء نطلعها نهويها لمدة يومين ثلاثة نحطها في سنديق بمعدل مثلاً 8 أقراص في السندوق خليها معرضة للهوى ومش للشمس آجي عند الإضافة إلها أرش على محلول سكري بماء الورد بخله خفيف أرش على رزاز وأبدأ نزلها للنحل يبدأ نحل ينظفها ويعقمها ويشتغل فيها وتبدأ الملكة تضع البيت فيها وانتهى الأمر لكن موضوع شراء أقراص مستعملة لو ببلاش ولو كل قرص عليه مصاري مش عايزه ما أبدي لا خلي نحل يجهد ويبني الشمع ولا أروح أجهد واجبله أمراض أيهما أفضل أجهد ببناء الشمع ولا أجهد بأمراض لا بناء الشمع أخف يبقى أنا أخذ أخف الضرر أقدم أساس شمع جديد ومشتريش أقراص من حد حياك الله وبرك الله بك حياك الله أخي محمد وأشكرك على هذا السؤال القيم أشرت هنا أخي محمد قلت بالنسبة لموضوع شراء شمع الأساس على أي أساس يتم شراء شمع الأساس شراء شمع الأساس يتم على الثقة والمحلات الثقة أنا أشتريت شمع أساس العام من محل سين من الناس وطلع جيد أروح أشتري السنة منه على طول الكمية الكاملة إلي ولا أختبر تاني لا أقول لك الاختبار أروح أشتري من عنده كرتونة مثلا فيها ثلاثين ورقة شمع أنزلها الثلاثين أو الآشرين للنحل وأشوف كيف قبلية النحل عليهم إذا قبل النحل عليهم دون أي مشاكل دون بناء زوائد جانبية على الشمع يبقى أعتمد الشمع هذا اللي هو من سين من الناس وأروح أخذ كل الطلبية اللي أنا محتاجها من نفس المحل أما ما اشتريش الأمر الثاني بالنسبة لإعداد الإطارات والتشميع والتسليق طبعا الإطارات بتيجي مفككة كما تفضلت أنا أقوم بعملية تجميعها وتسليقها وأخليها جهزة استندبار يعني لو أنت جمعت وسلكت ألف برواز ما في مشكلة مش رح ينضاء يكون في ضرر حتى لو قعت سنة لكن موضوع تثبيت الشمع في الإطارات لابد أن يكون قبل تنزيلها إلى المنحة بـ 24 ساعة مثلا بالليل وأنا قاعد طالما الإطار مشدود وجاهز وكذا ما بيأخذ مني ربع دقيقة تثبيت الشمع فيه بنادي أناس بقول له أناس روح أعملي شيء وقهوة وهات المحول تبع الأسلاك وخلينا نتسلن وياك الآن أناس بجيب لي الإطار وأنا قاعد جنبي وحاطت كرتونة الشمع جنبي بسحب الورقة بحطها على الإطار بلسعه لسعه بالمحول وصلى الله وبرك وصفتي أناس ورسه وكذا وكذا نعمل لنا مثلا حركة 100 إطار 200 إطار كونه أن في عندي بكرة مشوار للمنحة لبأخذ المية إطار معي 100 إطار هذولت معي وبأكشف على النحل وبضيفهم وبرضلني راجعة عندي زيارة بعد بكرة باجي بالليل أيضا وأنا قاعد بتسلم على الولاد بنبدأ نحط الشمع وبكرة إن شاء الله الصبح ناخده معنا وننزل على المنحة لهكذا دوما يكون تجهيز الشمع قبل الوضعه للنحل بيوم أو بنص يوم أو بساعات أو بنفس الوقت ما فيش أي مشكلة أبدا فلذلك لا داعي لتشميع الأقراص وتركها فترة طويلة لأنه فعلا بتصير نشفة ورحتها بتروح منها ويقبل النحل علىها بكون ضائف طيب وعشان النحل يقبل عليها فيما لو صار عند أحد الإخوة برشها بمية بمحلول سكري عليه ماء الورد بهاي الطريقة بيقبل عليها النحل فكل شيء بوقته قويس معرفة يعني العمل في النحل هو عبارة عن توقيت وضوابط بهذه الأمور مش عشوائية يعني زمن العشوائية قد وله حياك الله وبرك الله بك حياك الله محمد وحيا الله بالجميع بالنسبة لتضع عن موضوع التجهيزات للمنحة لبداية الانطلاق الرابعية هذا الشيء مهم يعني معرفة احتياجاتي من سكر من سنديق من شامع من إطراب من كل اللوازم اللي بتلزمني في بداية الانطلاق الرابعية أجهزها يعني على حسب عدد الخلع الموجودة عندي أشرط بالنسبة لموضوع سنديق من العام كانت فرغت من النحل لأنه كان فيه ضبور وكذا ولا أي ظروف ما يا هل طرع عند استخدامها في هذه السنة على عمل تقسيمات أو وضع فيها نحل هل تلزم تعقيم أو ما تلزم تعقيم كون أنه مفيش فيها أمراض وكان بسنح لميت بسبب الضبور أو بسبب عادة الاهتمام لا أقول لك يلزم تعقيم معلش لو عقمتها بيكون أفضل يعني التعقيم هو باللهب بتجيب لك فرد نار أو مسدس نار أو كذا شو بتسمى؟ بتسمى عند المحلات اللي بيبيعوها بتشتريه منه بتحضر لك سطوانة غاز ويكون الخرطوم طويل طبعا هذي من ضمن السيفتي والأمان عند استخدام هذا الفرد اللي هو فرد النار هذا أو مضرب النار لا بد يكون معك بربيش عفوا خرطوم مثلا خرطوم طوله أقل شيء 6 متر عشان ما يحصلش عملية باكفاير في هذا الخرطوم لو صار فيه أي تهريب أو كذا بتمكن النحال أنه يغلق الغاز من مصدره يعني أمور الأمن هذه والسلامة مهمة جدا سواء استخدمنا النار أو استخدمنا أي آليات زي الدريل أو زي الصروخ أو زي مكينة اللحاب هذه نقطة مهمة جدا لازم الكل يكون عنده خبرة بها بكيفية الاستخدام فموضوع طول الخرطوم أثناء عملية حرق الخلايا هو مهم نرى البعض مثلا استخدم خرطوم طوله متر متر ونص هو قاعد يولع وكذا والخرطوم فجأة ساح فلت الخرطوم منه طلع الغاز وصل على النار والحاجة فلن طفي والحاجة فلن أعمل وصارت المشكلة كبيرة فبالتالي أنا لما أستخدم خرطوم طولي لطوله حوالي 6 متر وأبعد الاسطوانة بعيد بكون خفافة الضرر بقم بعقم هذه الخلايا وباستخدمها عادي بكل أمان وسلام وهذه هو الأفضل في عملية التعقيم حياك الله أخي محمد وحيا الله بالجميع حياك الله أخي محمد وحيا الله بالجميع شؤالك هنا أخي محمد في الملف هذا بخصوص الزكور كما أشرت أنا في الملف ضمن هذه المحاضرة أن الزكور هو مصدرها أما ملكة عذراء لم تلقع أو ملكة كبيرة السن انتهى عندها النطاف أو ملكة عادية تضع الزكور ونضغط الخلية ونأخذ منها الزكور قلت هنا طبعا أخي محمد وانا أشرت في الملف قلت ليس الاعتمد على ملكات على زكور حضنة الله من الأمهات الكاذبة كما نسمع من البعض إذن الزكور مصدرها الملكات ليس مصدرها الأمهات الكاذبة الأم الكاذبة ليس مكتملة المبايد يعني هي باضط في حالات استثنائية حالات خاصة ظروف خاصة لا يعتمد عليه كيف أعتمد على زكورها؟ هي صحيح ورافيا الذكر يحمل 16 كرمزو ومكتمل ورافيا لكن كفاءة ليس كفاءة كما ينبغي فبالتالي لا داع أن نعتمد على زكور الأمهات الكاذبة في التلقيح نعتمد على زكور ناتجة من ملكة يكون لها رصيد ورافي جيد ومعروفة طيب أنت عشرت إلى نقطة مهمة جدا وبالفعل هذا السؤال كنت انتظر حدا يسأل عليه في المجموعة الأخرى لكن ما حداش اتطرق إله ما كيفية متابعة خلايا الزكور؟ أنا عندي خلايا للخلايا الزكور لكن كيف أتعامل معها؟ وخاصة الخلايا اللي هي فيها ملكات من تهي النطاف أو ملكات غير ملقعة هذه تحتاج مني دعم طبعا هذه الخلايا يعني لو دعمتها كل عشر أيام بقرص حضن على وشك الفقس ما في مشكلة لو دعمتها لقرص حضن مفتوح أحسن وأحسن طبعا إيش الفرق بندعمها بقرص حضن مفتوح وإيش الفرق بندعم الحضنة المغلقة؟ دعمها بحضنة مفتوحة هتجبر العاملات فيها تروح تجيب غبار طلع لأن في عندها ولاد صغار رعاية لازم ترعاهم فبالتالي سيكون هناك ورود لغبار الطلع على هذه الخلية يبقى في نفس الوقت أني دعمتها بحضنة ونشط نحلها أنه راح يجيب غبار طلع لأنه غبار طلع عفوا الحضنة المفتوحة في الخلية هي المحرك الأساسي للعاملات أيضا خلية ما فيش فيها حضنة مفتوحة بالمرة تجد فيها كسل في نشاطها خاصة بالنسبة لغبار الطلع فهذه نقطة وجزئية مهمة جدا للغاية فلو كل عشر أيام دعمتها بقرص حضنة لا بأس هذا بالنسبة للغير ملقع اللي هي متخصصة في بيض الزكور فقط أما الأخرى الملقعة اللي أنا بضغطها هاي خلية عادية وتنتج عادة في المنحل وتنتج عسل وتنتج طرود خارج المنحل هذا اللي احنا بنحط فيه الزكور هاي ما تحتاج مني أي دعم ولا تحتاج أي شيء بالعكس نأخذ منها إنتاج ما فيها أي مشكلة تعتبر خلية منتجة حالها حال البقية لكن أنا بخلي الزكورها موجودة عشان ألقع منها الملكة المنتهية اللي منتهية نطرفها أيضا هي هادي تحتاج مني دعم حالها حال الملكة الغير ملقعة لأنهم الاثنين صفوا زي بعض زي ما نقول أصبحوا الاثنين أرامل زي بعض فبالتالي هادي تحتاج مني دعم كل أسبوع وأشرة أيام بقرص موضوع الملكات الزكور أنا أحتاجها وقت النشاط فعل ذلك يعني نادر لما تخلي أنت خصص كمية كبيرة للزكور يعني لو جينا قدرنا مثلا قلنا كم خلية كف المنحل لو كان عندك خلية الزكور واحدة هي تكفي مئة خلية وتكفي مئتين خلية وأنت كم ملكة بدك تلقع هتلقح لك مئة ملكة مئتين ملكة وخلية واحدة بتكفي ألف خلية شوفوا قديش قرص الحضنة بيكون فيه من حضنة الزكور أقول لك قرص واحد بيكفي تلقيح مئة خلية مئة ملكة ملكة تحتاج إلى عشرين ذكر مئة ملكة كم تحتاج؟ ألفين ذكر قرص واحد في حضنة الزكور بيكفي المئة ملكة فما بتحتاج كثير يعني ما بتحتاج عدد كثير للخلايا حتى تنقول مثلا أن هي شكلت علي عبء وما استفدت منها أو أي شيء لا أبدا أبدا بالمقابل الخلايا الثانية الغير مرغوب فيها نحاول نتخلص من الزكورها طب ولو خلصت من الزكورها هتفرغ من الزكور؟ لا مش هتفرغ من الزكور لأن الزكور بتتجول في الخلايا فعادي يعني جدا المهم معنى الخلايا السيئة أتخلص من الزكورها فموضوع الدعم هذا بسيط مش مشكلة موضوع تخصيص خلايا للزكور أيضا هو ليس عدد كبير كذلك أيضا خلية للملكات لو أنت عندك خلية واحدة للملكات مش ممكن ترب منها ألف ملكة وألفين ملكة وثلاث تلاف ملكة وعشر تلاف ملكة وخمسين ألف ملكة بقدر أرب من خلية واحدة فليس شرط أنك أنت تتخلي خلايا واقفة مش منتجة على حساب الخلايا الأخرى يعني لأنه دوما النحال اللي هو العشاق للنحل يعني متلاقي عنده نظره بيقع على خلية خليتين بقول هاي أحسن الأحسن أو أحسن الموجود الجيد يعني أفضل أفضل الموجود مثلا أنا مرشح عشرين خلية ممكن أكاثر منهم هدول جيدة أجي بين العشرين خلية مين أحسن؟ أقول هالعشر هدول أحسن أوكي أخذت العشر طيب بالعشر هدول مين أحسن من بينهم؟ بقول الخمسة هدول أحسن طيب الخمسة هدولت الآن مين الأحسن من الخمسة؟ أقول هدولت لتنين يبقى أنا صفت من عشرين خلية صفت اتنين أخذت الجيد ثم الجيد ثم الأجود الأمر بسيط جدا يعني مش محتاج أي أشكالية حياك الله وبرك الله بك حياك الله أخي محمد وحيا الله بالجميع هدا جزئية مهمة جدا أخي محمد يعني أنا عندي مية خلية والآن أنا بعشر اتنين أو بحداشر اتنين ولو قسمت مش راح أدخل بالتقسيمات موسم الحمضيات طيب أنا عايز أدخل موسم الحمضيات وعايز أأخذ تقسيمات وعايز أدخل موسم البرسيم موسم البرسيم في عشرة خمسة مثلا موسم الحمضيات قلت في عشرة ثلاثة نفترض إن شاء الله السنة هاي الموسم راح تتأخر شوي يعني موسم الحمضيات هيجي بعشرين ثلاثة تقريبا بسبب تأثيرات المناخ كذلك البرسيم رح يجي بعشرين خمسة ماشي الحال أنا قدامي الآن أربعين يوم لو عملت تقسيمات وتتلقح الملكات وكذا مش رح أقدر تخل بها موسم الحمضيات نفترض أن أنا كمان أسبوع هبدأ ربي ملكات أو كمان عشر إليا يعني هرب الملكة في عشرين اتنين عبل ما تفقس هتكون خمسة ثلاثة عبل ما تتلقى هتكون خمستاشر ثلاثة يكون بدأ عند الحمضيات طيب أعملي طيب أقول لك شو تسوي عندي مئة خلية وعايز الحمضيات وعايز التقسيمات وعايز موسم البرسيم باجي على خلايا بجسم خمسة وعشرين خلية أعملهم خمسين خلية بحط الخمسين خلية دولت أصبحوا كلهم يعني باعتبر تقسيمات لأن كانت الخلية مثلا عشر أقراص أنا رجعتها لخمسة بعملية التقسيم بحطهم في منطقة فيها وبرطلع كويس كما تفضلت في بداية الحمضيات وأتبعهم بتغزية تتلقى هالملكات وتبدأ تزدهر هذه التقسيمات اللي هي أصبحت عندي الخمسة وعشرين أصبحوا خمسين فاضل عندي كامنا فاضل عندي خمسة وسبعين السبطهم مش مخدتش منهم أي شيء الخمسة وسبعين هذول بمشتهم الآن بشتغل مع عليهم لدخول موسم الحمضيات إذن أنا بدخل موسم الحمضيات بخمسة وسبعين خلية وعندي خمسين خلية اللي هي أصبحت مقسمة اللي هي الخمسة وعشرين أصبحت مقسمة خمسين هذول بدعمهم التقسيمة اللي راح أعملها الآن هتدخل معي البرسيم مصبوط مية في المية من هون لأشرة خمسة أو خمستاشر خمسة هتدخل وهي مرتاحة أربعة وعشرين قراط خلصت الحمضيات بالخمسة وسبعين خلية بجيب منهم خمسة وعشرين بقسمهم وباخد خمسين بضمهم على الخمسين اللي صاروا تقسيمة بروح أنا على البرسيم بمية خلية والموقع القديم أصبح عندي كمان مية خلية لأنا قسمت الخمسة وعشرين خلتهم خمسين وبعد الحمضيات كمان خمسة وعشرين خلتهم خمسين يب أصبح المنحة لعندي متين خلية شوفت كيف من هون لشهر عشرة خمسة عشرين خمسة أصبح عندي متين خلية وأصبح وخدت عسل حمضيات وأخد عسل البرسيم إن شاء الله محتاج انك تبيع ميت خلية بيع ميت خلية وخليك على المية الاصلية ادخل بها البرسيم واخد منها عسل البرسيم بعد ما تطلع من عسل البرسيم بامكانك انك انت بيجسم تاني عشان هجي لك حبوب اللقاح تبعته بضرة واحتمال يكون منطقتك فيها نباتات تانية مزهرة بيصير عندك الميت خلية اللي انت دخلت بها البرسيم هتاخد منها عسل ميت خلية وهتجسمها كمان ممكن تحولها لمتين خلية بواسطة حبوب اللقاح اللي هي بتبعت تبعت الضرة يب اذا انت كان الاساس عندك الان ميت خلية انت خرجت منهم اللي عنده الضرة بتلتميت خلية وخدت عسل الحمضيات وخدت عسل البرسيم ايش رأيك بالطريقة هاي حياك الله حياك الله يا اخي محمد وحيا الله بالاخير بالنسبة للجزئي الاخير اخي محمد دخول الحمضيات بخلية طبقين طبعا هو كلما كانت الكثافة النحلية اعلى كانت المردودية بالعسل اعلى يعني عندما تدخل الموسم الحمضيات بخلية طبقين تحصل على كمية مضاعفة من العسل غير خلية طبق واحد وبعدين شوفت اخي محمد انت بدك شي بدك تباحب شي اذا قسمت وبيعت خلية نفس ما انتجت لك الخلية يعني نفترض مثلا انا عندي خلية اه طبق واحد عشر اقراص وجبت لي عشرة كيلو من عسل الحمضيات عشرة كيلو مثلا انت ادبعهم عندك الكيلو قول مثلا اربعين جنيه هاي ربعمائة جنيه طيب انا لو قسمت منها وطلعت منها بخلية برضو هدبع الخلية بكام بربعمائة جنيه هي هي يعني طبق يعني سواء كانت دخل من ورا الطروض او الدخل من ورا العسل اه كله تقريبا بيضاهي بعضه بس بالنسبة لان حال اللي هو عنده فكره وابده يشتغل وابده يستفيد بكل اللحظة اه نعم انا ممكن استفيد من الخلايا الطابقين انزلها على تقسيمها مباشرة وبسرعة استغل للوقت بدون ما روح اشتري ملكات ملقحة من عند اي شخص يعني يعني انا بكون مثلا مقرر مثلا احنا اليوم كام عشرة اتنين الله هي قلت انا مثلا بدي افرز العسل اشرين اتنين اوكي بدي افرز العسل بكرا بروح على الخلايا هاي بنزل الملكات تحت ازا ما كنتش مستخدم حجز ملكات وازا كنتم مستخدم حجز ملكات بروح برفع لي قرص حضنة فوق في كم من خلية اللي هي ملكات تربي ملكات منها فيها من خلايا ممتازة اللي هي الخلية الممتازة او بربي ملكات عندي في موقع ثاني او في نفس الموقع ما في مشكلة لكن انا اشرت الى تربية ملكات فهذه الخلايا اللي هي طبقين لسبب واحد يعني على اساس ان انا افرز واجسم في نفس الوقت وبدون تيتيم لانه هتكون الخلية فيها بيت ملك مربية فوق الملكة انا حجزتها تحت وحطيت فوق حضنة مفتوحة هتربي ملكات فوق هتكون هي معها البيوت الملكية ومتقبلها فورا لا محتاجة تيتيم او 24 ساعة ولا محتاج اي شيء مجرد اشيلها من العاسلة احطها على طبلية هاي خلية فيها بيوت ملكية باجع البيوت الملكية بقفص على اللي ما بديش اياه وبخلي اللي بدي اياه موجود بقفص على خمسة بقفص على عشرة بقفص على واحدة بزيلهم باهدمهم حسب احتياجاتي انا يب ازن انا شلت من هناك انا فرزت فرزت اليوم وبكرة بروح اشيل من هناك بس طبعا في الفرز هذا بدي يكون في عندي اقراس احطها للنحلة عشان النحل يتعربش عليها ما خليش النحل فاضي وماشي على اللي على الجوانب يعني انا رفعت خمس اقراس يكون عندي خمس اقراس يا اخي بفرز جزء بجزء يعني مش ضروري نفرز الكل مرة واحد يعني بفرز على جزئتين او ثلاثة يعني حتى استبدل الاقراس فهذه طريقة سريعة للي بده يشتغل وما يعطى الحال ولا تيتيم ولا مش تيتيم ولا اي شيء انا باخد العاسلة اللي فوق هي مربية بيوت ملكية وقابلة البيوت الملكية وشغلها عليهم بشل العاسلة بحطها على طبلية هاي صارت خلية بنقل على موقع اخر لا برجع نحلة امدي ولا برجع اي شيء وباشتغل فاللي بدي يشتغل ويفكر اه بستفيد يعني بس المهم يكون فيه سوق يعني احنا اللي بعقنا السوق سواء كان في الطروض او في العسل او في الامور هاي حياك الله وبارة الله بيك اخي محمد حياك الله اخي الكريم وحيا الله جميل اخوه اخي الكريم ما اشرت هنا تقول النحلة بسحبش المحلول السكري ما بيسحب المحلول السكري طيب وسكت هالهادي في حد ذاتها تكفي لا لا تكفي النحلة بسحب المحيط بس طالما يكون نحلة عافية ونحلة جيد بسحب حتى لو كان في وقت الموسم لو كان الخلية قدمها عشر دوانم ازهار ورمت لها علبة عصير بتجي عليها ويقع منك عسل وانت قاعد تقطف انت قرص سال منه عسل او شيء بيجي النحلة عليه فبالتالي عندك مشكلة يا ريت تتصور لنا فيديو خلية خليتين حتى نشوف الوضع عندك اما كلمة انه بسحبش المحلول السكري وتسكت بدون اي معطيات لا تكفي في حد ذاتها يعني ووضع الخلية في في مكان الخلية له تأثير واحد ووضع خلية في ضلة تحت الشجرة بيجعلها ندى ومية وكذا وكذا وغرقانة في الرطوبة ووضعها بكون تعبان امور كثيرة جدا يعني فياني تتوضح اكثر ولو صورت فيديو اه لبعض الخلية لا بأس يكون احسن يعني حياك الله وبركة الله بك حياك الله يا اخي الكريم وحيا الله بالجميع شايف كيف اخي نقص المعطيات مشكلة انت قلت النهل عندي يطرد وخلايا ساعة عشر اقراص انا فكرت الخلايا عشر اقراص اتعبت واكتزت وكذا لزلك اشرت لك قلت لك ركب عاسلات فورا اعمل طابق ثاني طيب نحل ثلاث اقراص ويطرد اه يعني هذي هل هذي ملكات يعني منتخبة ولا منتقة على كل حال ما في مشكلة ابدا ضيف لنحلك اقراص سواء اساس جديد او اقراص مبنية جاهزة حسب المتاح موجود عندك وتابع نحلك هذه الايام وتخلص من البيت الملكية يعني خليها ثلاث اقراص اتطرد ايش بدي يكون الطرد اللي طلع منها يعني طرد صغير خليها صغيرة طلع على الطرد شو بدي يكون ابن الشح شح فبالتالي تابع انت نحلك وبعدين انتخب خلايا يعني عفوا الملكات جيدة لها رصيد وراثي جيد اه لا غير ميالة للتطريد بكثرة فبالتالي تبدأ تشتغل اما انت الان جاي تشتغل حصاد لا لا انتخاب يعني حصاد عشوائية فبالتالي هذي هي النتيجة المتوقعة خلية ثلاث اقراص والطرد شو بدأ تطلع طلع قرص ونص طرد يعني اقل من اقل من طرد الجبح تقريبا يعني خالص انت تابع تابع من حلك اه تخلص من البيت الملكية هذي اهدمها ضيف له اقراص امل توسع ابدأ ربي ملكات تكون ملكات منتخبة وتكون ملكات فتية حتى لا تطرد معك على ثلاث اقراص لا ثلاثة ولا اربعة ولا عشر حتى تطرد الخلية يعني توصل الخلية معنا طابقين وتلاتة وما بتطرد لايش ملكات فتية وملكات منتخبة مش ميلة للتطريد بكثرة فبالتالي يعني اذا كانت تكون نسبة التطريد يعني شبه معدومة يعني في الخلية الحديثة يعني بس طبعا يعني ضمن برنامج انتخاب وانتقاء ومتابعة وهي الامور حياك الله مبارك الله بك حياك الله اخي الكريم وحيا لجميع الاخوة اليك سؤال هنا اخي الكريم تقول ما هو سبب عدم تبلور العسل داخل العيون السوداسية بالاقراص الشمعية لا السؤال ناقص هل تقصد وجوده في السوداسيات وهو خارج الخلية او داخل الخلية لا اود اني ننضح السؤال طبعا ازا ازا استمر العسل داخل العيون السوداسية داخل الخلية وهو العسل هذا من خصائصه او من النوع اللي هو معروف عنه انه هو بتبلور ما بتبلور بكل بساطة ليش ما بتبلور داخل الخلية لانه الخلية فيها درجة حرارة وسط الخلية يكاد يكون بين تلاتين لخمسة وتلاتين اطراف الخلية تتراوح من عشرين لخمسة وعشرين فبالتالي ما وصلتش الى الدرجة اللي هي تدفع العسل الى التبلور درجة الحرارة اللي تدفع العسل للتبلور اللي هي دون الاربع طاش واتناش يبدأ العسل يتبلور بسبب الفوارق في التركيبة السكرية بين الجليكوز والفركتوز ازا كان الفركتوز قليل فيه حسب التحليل بالتالي الجليكوز يستعد ويبدأ في التبلور اما ازا كانت هناك تعادل بالنسبة للفركتوز يعني الفركتوز يذيب الجليكوز فبالتالي العسل ما بتبلور فازا كان العسل من خصائص التبلور ازا وضعه في الخارج في درجة حرارة دون الاطناش يبدأ في العسل في التبلور سواء كان في السدسيات او كان في عبوات. وهذه جربناها تجربة عملية فعلية. ما قلناها من كتاب ولا قلناها من هون ولا من هناك. ايضا وضعنا اقراص لعسل من خصائص التبلور وتركناها للشتاء. جينا نفتح عليها وناكل منها. لقناها متبلور داخل العيون السوداسية. اما داخل الخلية بفعل لدرجة الحرارة الموجودة لا ما بتبلور داخل الخلية. ازا كانت الخلية مهمة لو ما فيش فيها كثافة نحلية. يعني خلية عشر اقراص وبس كثافة نحلية قرصة او قرصين اه ممكن يتبلور في الاطراف داخل الخلية. لانه مفيش حرارة اصلا ايه تحافظ على العسل هذا من التبلور يعني. حياك الله وبارك الله فيك. حياك حياك الله اخي محمد بالفعل. عندما قال الاخ ان عندي الخلاة بتطرد وساعة عشر اقراص. انا قلتك انه النحل عنده فاير. منطقته دافية وكويسة وفيها غبار طلع وكذا وكذا. والسنديق عشر اقراص اكتزت وكذا. قلت له فورا نركب عاسلة. لكن اه وضح تاني اه قال لي تلات اقراص قلت لها هل لحظت ان اه عرفت ان يعني نقص في المعطيات هو يكون فيه نقص في الاجابة طبعا ولزلك دوما نقول للاخوة اعطي معطيات كاملة لا تعطي معطيات نقصة. واحد يجيك مثلا يقول لك النحل بسحبش التغذية وسكت. النحل بيموت امام الخلية وسكت. النحل كله كلامه صح. النحل بيموت امام الخلية. والنحل ما بيسحبش التغذية. والنحل ما بيمنيش شامع. والنحل ما بتقدمش. كله هاده صح. لكن ايش صح? ده كن ضمن معطيات وضمن مؤثرات. عندما يكون الانسان على ارض الواقع وشايف الوضع امامه البيئة والغطاء النباتي ونشاط النحل والكثثة النحلية ووضع الخلية من الداخل. هنا يمكن الربط. اما بلا معطيات لا يمكن ربط في الامور ولا يمكن اعطاءه. حتى لو اعطيات اجابة تكون اجابة ليست في محلها. يعني ممكن اي احد من الاخوة الاساسة يجاوب. ويكون هو محق في اجابته. واجابته صحيحة مية في المية. لكن مش في محلها. مش رح يقدر يطبقها الاخ المربي. لانه ما عندوش امكانيات لتطبيق هذه. اما ازا كانت معطياته كاملة ومعطيات صحيحة. ياخد الاجابة ويطبقها على طول. تسلح تسلح معه وتمشي الامور معه في الطريق الصحيح. فدوما المعطيات الكاملة هي مهمة جدا. كما نقول مثلا التشخيص نصف العلاج. التشخيص الصحيح طبعا. اما التشخيص الخاطئ يقطع علاج خاطئ. حياكم الله مبارك الله فيكم. حياك حياك الله اخي الكريم وحيا الله بالجميع. كما قلت لك اخي الكريم في الملف السابق العسل داخل السوداسيات في الخليه داخل الخلية لا يتبلور. خارج الخلية يتبلور. انت قلت هنا ان العسل خارج الخلية داخل السوداسيات لا يتبلور. هنا ايضا دخلنا في موضوع ثاني. ربما العسل هذا ليس مصدره زهرة واحدة. مصدره عدة ازهار. فبالتالي باهدس عندنا الخلطة عند عملية الفرز. عند الفرز بنخلط كل السوداسيات كلها بتنزل العسل فبختلط كله مع بعض. اما في السوداسيات يبقى كل عسل زهرة لحاله خاصة ازا كان هناك عدة انواع من الازهار فالنحل يجلب منها الرحيق ويخزن خزن هادف السوداسية مثلا رقم مية هادف السوداسية رقم مية واحد بقى كل عسل هو موجود في السوداسية. فلا هذا السبب يعني عدم يايه عدم خلط العسل مع بعضه وهو في السوداسيات ممكن هذا يكون جانب انه يساعد انه ليس كله يتبلور. هو يتبلور قسم منه وقسمة اخر ما يتبلور. الرحيق اللي هو من عند العسل اخصاصه يتبلور هو راح يتبلور. اما العسل اللي ليس به خاصية التبلور مش راح يتبلور حتى لو كان في السوداسيات ولو كان في في العلب او في العبوات. حياك الله وبرك الله بكم. حياك الله اخي الكريم وحيا الله بالجميع. سألت هنا سؤال تقول هذا سؤال للنقاش وتلتمس من الاخوة جميعا المشاركة فيه. طبعا نلتمس من الاخوة جميعا المشاركة فيه تقول براز الناحش على ماذا يدل بالنسبة للالوان. انت خصصت هنا الالوان. خد قلت اللون الابيض واللون الاصفر واللون البني واللون البني الداكن واللون الاسود ولون كذا والكذا. بداية تعزى هذه الالوان الى المدخلات. إلى ألوان غبار الطلع الموجودة في المرعى وألوان الرحيق هذه المقدعة الأساسية أو القاعدة الأساسية براز الكائن أو تغذية الكائن هي تؤثر على لون برازه هذا بالنسبة للتأثيرات التغذية أما بالنسبة للتأثيرات المرضية تختلف حتى في المزيمة تجد النهلة يكون لها براز أصفر براز غير متحكم فيه له رائح في الدزنترية يحدث أيضا في نزلات البرد فهناك قواسم مشتركة لا يمكن الفصل بين هذه الأمور إلا بالتحليل المخبري أخذ عينها من النحل وشوف أنه فيه نزيمة ولا ما فيه نزيمة عشان أحكم أقول هذا البراز سبب مرض النزيمة لأنه أكثر الأمراض فيها قواسم مشتركة انتفاخ البطون وعدم القدرة على الطيران وتشبكة موجودة في كل الأمراض فالفايصل هنا هو التحليل المخبري أما بالنسبة للون البراز هو يتأثر بلون التغزية سواء كان من ألوان الرحيق أو ألوان غبار الطلع حياك الله وبرك الله بك حياك الله أخي الكريم وحيا لجميع الإخوة أخي الكريم لك سؤال هنا تقول عندك خلية ضعيفة قمت بدعمها بقرص حضنة بنحله تقول بعد فترة لاحظت أن النحل يذهب من الخلية القوية اللي هي خلية الأم إلى الخلية الضعيفة اللي تم دعمها وكذلك بالعكس لا أقول في عندك تشابك في التشخيص ما هو الدفع من الذي يذهب بالنحل من خلية الأم أو الخلية الداعمة إلى الخلية المدعومة ما هو الرابط هنا حتى لو نقلت الملكة يعني لو البعض قال لك أنت أخدت الملكة وهل النحل يدفع الملكة؟ من قال للنحل أن الملكة موجودة في الخلية رقم عشرة رح يبحث عليها ويجيبها ليش؟ هو رايح يدور عليها ويجيبها من المكان؟ طب ما نقسم تقسيمات وبناخد الملكة نفصلها في جانب في المنحة العشرة متر عشرين متر هل نحل الخلية راح للملكة؟ رجاحها تاني عمل لها أخد لها جاهة وعمل لها عطوة وصلاحها قال لها مشان الله تعالي ارجعي مكانك ما أخي في أمور يعني في أمور أقرها العلم وفي أمور أيضا يرفضها المنطق والعقل وما يرفضه العقل والمنطق هو متناسب مع العلم ومنسجب مع العلم لأن العلم جاء ترسيخا لهذه الأمور ولهذه الأفكار فبالتالي أنت نقلت قرص حضنة من الخلية رقم واحد دعمت به الخلية رقم عشرة هناك نحل السالح على هذا القرص بدأ النحل السالح يجي من الخلية الضعيفة على الخلية القوية شبها لك أن في حركة جاء من الخلية القوية على الخلية الضعيفة بس هو مجرد تشابه وقعت في موضوع الشك بهذا الأمر أما الصحيح أنه النحل يعود من الخلية اللي أنت دمجت عليها أو دعمتها بالقرص وبسبب وجود نحل كبير السن فبدأ النحل كبير السن يغادر الخلية المدعومة ويعود إلى خليته الأم خلية الأصل طبعا ضمن أحداثيات الذاكرة عند النحل والأحداثيات الموجودة أحداثيات الموقع حياك الله وبرك الله بك حياك الله أخي الكريم وحيا الله بالجميع أخي الكريم تقول هنا هل سبب تقصف الأجنحة هل هو بسبب الفروة أم بسبب إشكاليات أخرى طبعا هناك مرض فيروسي بسبب تقصف الأجنحة لكن إذا استفحلت إصابة الفروة في المنحل وفي السوداسيات إذا فتحت السوداسية الحضنة وجدت فيها عدد كبير من الفروة ستة وسبعة وأخذت نشاطها وتكثرت داخل العون السوداسية بالتالي هي تستهلك غذائها فإذا استهلكت غذائها يكون الكائم غير مكتمل وعدم الاكتمال يؤثر على الأجنحة ويعطينا تقصف الأجنحة بسبب أمراض فيروسية أو الفروة أو أقلوس الفروة حياك الله وبرك الله حياك الله أخي الكريم طبعا هو الأمر مقلق لا بد أن يلاحظوا النحال عندما يرى هكذا أمور عنده في المنحل لا بد أنه يغير خطة عمله للأحسن ويشوف يسبب يبحث عن السبب هل هو إصابة فروة مستفحلة هل هي قلة بالتغذية هل تضيق بالعون السوداسية هل هي مشاكل ورثية عنده في زواج أقارب في كذا فهذه الأمور كلها تحدث هذا الأمر هذا كائن حي كامل الحواس النحلة كائن حي كامل الحواس ولها كل الأجزاء كل الأعضاء جهاز تنفسي جهاز دوري جهاز هضمي جهاز إخراج نظر حث تزوق فيها كل الحواس فبالتالي هذه تتعرض إلى المشاكل سواء مشاكل في التغذية سواء مشاكل أمراض سواء مشاكل أكروسات تصيبها أو تتطفل عليها كلها تؤثر كل هذه المشاكل التي تحيط بالنحل هي تؤثر على صحة النحل ابتداء من خروجها من السوداسيات ممكن تخرج كاملة ممكن تخرج غير كاملة تخرج متقصفة الأجنحة ممكن هناك جوع لم تكتمل في التغذية تماما لم تأخذ حقها في التغذية فبالتالي لا تنمو الأجنحة لأن الأجنحة تنمو في النهاية عندها فهذه الأمور كلها تؤثر على هذا الكائن فلذلك داوما نقول يجب أن نكون خلايا المنحل نحلها قوي صحي نشاط حيوية مقدرات غزائية جيدة البيئة جيدة الإدارة جيدة إذا اكتمل كل النصاب هذا خذ عندك خلايا قوية والخلايا القوية هي التي تفضي إلى الإنتاج والمردودية الجيدة حياك الله وبرك الله بيك لكن لا تقلق أبدا هذه أمور بتحدث بسيطة يعني ليست عامة في كل الخلايا وليست في كل المنحل يعني مجرد حالات بسيطة وسهل التعامل معها حياك الله حياك الله أخونا الكريم أخي الكريم تقول أنك أنت قسمت في 3 فبراير رغم أن بنى النحل بيوت ملكية إلى أنه إلى اليوم أجد بيوت ملكية مفتوحة ما زال النحل يبنيها طبعا يبنيها نحن أنت قسمت يوم 3 فبراير نحن اليوم 12 أنت قسمت من 9 أيام هناك بيض في نفس التقسيمة وهناك رقات حديثة هناك بيوت ملكية بنيت أو امتظرت على فقس البيض وتم بناءها النحل وهناك بيوت بنيت على رقا البيوت التي بنيت عليه رقا موجودة هي تم أغلاقها لأنه الفارق من 3 إلى 12 هي 9 أيام شيل منهم يوم 24 ساعة تشعر النحل بالليوت يعني 8 أيام تماما 8 أيام خلاص أغلق البيت أغلق البيت الملكي اللي هو حتى كان مبني على بيضة لكن ممكن هذه تكون بيوت مبنية متأخرة ما عندك أي مشكلة أيش المشكلة بهذا الأمر بيوت مغلقة جيدة ولا غير جيدة أعزت تشك فيها أهدمها أترك البيت المفتوحة البيت المفتوحة كيف وضعها بها كمية من الغذاء الملكي جيدة حجمها كويس خشنة من الأساس أترك البيت الملكي دائما داوما نختار البيت الجيدة في البيت الملكية بصرف النظر عن اللي أغلقت أو لا أغلقت يعني اللي أغلقت هذه إنساها ما في مشكلة تقدر تهدمها وتختار من المفتوحة ما عندك أي إشكالية يعني حياك الله وبرك الله فيك حياك الله أخي محمد وحي الله بالجميع بالنسبة للأخ مونير هو يقول قسمت التقسيمة في 3 فبراير طبعا هو قسم في 3 فبراير يعني قسمت ظهر العاصر الممكن يعني لأنه ما أقول راح قسم الصبح أو الفجر يعني فبالتالي النحلة أخذ يوم أو يومين حتى يشعر باليوتم تماما ويبدأ يشرع في بناء بيوت ملكية استدرك إن الملكة غير موجودة فخلص حسب اليأس ويقول لك خلص لازم أبني بيوت ملكية فبعض الأحيانة النحل يأخذ 24 ساعة يومين حتى يبدأ في الشروع في بناء بيوت ملكية صار اليوم 5 فبراير نحن اليوم 12 5 من 12 سبع أيام هاي سبع أيام كفيل إنه يكون فيه عنده بيوت ملكية مغلقة من عمر البيضة طبعا مغلقة وبيوت ملكية مفتوحة وهذا أمر عادي كما نقول نحن مثلا في اليوم الرابع والخمس فبالتالي هو شايف وضع البيوت ملكية هو لو صور القرص اللي عليه بيوت ملكية كنا نقول له لو مثلا هذا البيت خليه هذا البيت يهدمه كذا كذا ما في مشكلة على كل حال هو بإمكانه يهدم كل البيوت المغلقة ويطرك بتين جيدين من البيوت المفتوحة بس يتأكد أن البيوت المفتوحة فيها يرقات وفيها غذاء ملكي أو لا لأنه ربما يكون هو يعني ما يتأكد من الأمر في عنده بيوت ملكية لكن ما فيش فيها يرقات فبالتالي إذا هدم البيوت المغلقة كلها عنده خلاص خسر وقت التقسيم فبالتالي هو إذا وجد البيوت المفتوحة بها يرقات وبها غذاء ملكي بإمكانه يطرق المفتوحة هذا بتكون تربط على يرقات حديثة كانت تاريخها بيضة يوم التقسيم فهذا هو الأمر اللي بده يصير مع الأخ مونير فالأمر ما فيش فيه لا قلق ولا حيلة ولا شيء حياك الله حياك الله أخي محمد وحيا الله بالجميع أخي محمد بالنسبة لهذا الملف بمصطلح أو بموضوع ضغط النحل المقصود من ضغط النحل هنا أنه عدم ترك أي قرص لا يشغله النحل وإذا كانت الكثافة النحلية قليلة نقوم برفع بعض الأقراص يعني ممكن واحد مثلا يكون عنده خلية فيها سبع أقراص لكن النحل مش مغطي السبع أقراص بكثافة هل يقال عنها خلية سبعة أقراص؟ لا طبعا أرفع منها قرصين حتى يركز النحل نفسه على الأقراص فكلما كان هناك تركيز للنحل على الأقراص كان هناك سيطرة في العمل سواء كانت في جانب التكييف أو في جانب تقدم الطائفة فبالتالي نقول هو ضغط النحل أو تحييز النحل هو رفع أي قرص لا يشغله النحل أو تخفيف الأقراص تناسبا مع الكثافة النحلية مع حجز المسافة التي لا يشغلها النحل وإشغالها بأي مواد عازلة يعني عند خلية سعة عشر أقراص الكثافة النحلية الفعلية فيها خمس أقراص الحيز الفارق اللي هو حيز خمس أقراص فضيين هذا بعزله بقاطع خشب وبعبيه مواد عازلة حتى لا يجهد النحل في موضوع التكييف طيب موضوع هذا نعمل به دوما أو بس في الشتاء هو الأفضل يكون في الشتاء أكتر شيء نحتاج الأمر هذا في الشتاء أكتر شيء حتى لا نشكل أو لا يحدث جهد تكييف درجة الحرارة على النحل لأنه كما تعرفون أنه في الشتاء الجو بارد والنحل يحتاج أن يدف الخلية ويحتاج إلى كربايدرات ويعمل عملية استقلاب عملية الأيض حتى يحول الكربايدرات إلى طاقة فبالتالي إذا كان المطلوب منه يحول الطاقة هذه الحرارة لمساحة تتحييز خمس أقراص وموجود عنده فراغ رح يضطر أن يحول طاقة تكفي مساحة عشر أقراص فهنا يكمن الإجهاد ويكمن زيادة استهلاك النحل فلذلك نقول دوما في الشتاء تحييز النحل رفع الأقراص الزائدة التي لا يشغلها النحل الاهتمام بموضوع العزل الداخلي والخارجي العزل الداخلي هو بين آخر قرص وجدار الخلية من الجهة الفارغة وكذلك العزل الخارجي أيضا هو مهم فدوما كلما كان النحل مركز على الأقراص وليس مشتت وليس مبعثر كان الأداء جيد عند طائفة النحل لأنه خاصية النحل في العمل هي الجماعة الحياة الاجتماعية فعندما يشعر أن حياته مشتتة والكثافة مباثرة تجد أداء الطائفة ضعيف سواء في تقدم عشي الحضنة أو في النشاط فعل ذلك دوما الكثافة النحلية تتناسب تناسبا مع الأقراص زيادة كثافة نحلية نزيد أقراص نقص كثافة نحلية نرفع أقراص إضافة أقراص أو عدم إضافة أقراص هذي هل ينتظر النحل إلى أن يرى النحل عمل زواد لا طبعا النحل اللي هو عنده خبرة عارف أن الطائفة هذه كيف تقدمها وكيف ماشية يعني أنا مثلا كشفت على طائفة اليوم وجدت فيها مثلا الكثافة النحلية الإجمالية 8 أقراص طيب محتوياتها من الحضنة وجدت فيها 3 أقراص حضنة مغلقة طيب والحضنة هي على وشق الفقس خمس أيام السبوع هتفقس طيب وهذه الحضنة هي إذا فقست كم قرص راح تغطي راح تغطي لأقل شيء 3 أقراص فبالتالي أضيف للطائفة هذه 3 أقراص أو قرصين على الأقل على أساس واحد السعة للملكة الضد فيها واحد السعة للنحل أن يشتغل فهذا الأمر أيضا يعود إلى خبرة واحترافية النحال عنده اللي هو إضافة للأقراص مع ضبط الأمور كلها كاملة وتكون النحل مركز على أقراصه تمام بكثافة جيدة ممتازة وهذا الأمر نلاحظه في وقت الربيع عندما يكون هناك نشاط للنحل وترفع القرص ما تشوف الشمع تشوف النحل كيف شغل شغل مية في المية لكن عندما يكون الكثافة مبعثرة واحد يقول لك أنه عندي خلي عشر أقراص أرفع أرفع أول قرص كم نحلة أرفع ثاني قرص كم من نحلة هلية ثالث قرص وين الكثافة النحلة أنت بس عديد لي عدد أقراص لا فالموضوع مش موضوع عدد أقراص يعني موضوع كثافة نحلية فعلية يعني حياك الله وبرك الله بك حياك الله أخي أبو أنس وحيا الله جميع الأخوة آسف للتأخير على الرد أخي أبو أنس الآن تبعت فقلت أنت في هذه الأيام الدافئة والجيدة وليكن وقت الظهيرة هل هناك مانع لو قمنا بفتح الخلايا عشر دقائق ربع ساعة للتشميس وتقليل الرطوبة وكذا لا طبعا لا يوجد أي مانع بالعكس هذا الأمر مستحب جدا أننا نستغل هذه الأجواء كي نقوم بتشميس الخلايا مع أغس جميع الضوابط عند الكشف يعني ممكن أفتح خلية وأترك خلية أفتح خلية وأترك خلية مع مراقبة الأمر أن لا يحدث هناك سرقة يعني عدم إثارة النحل ونبش النحل يعني أنت ممكن تفتح الغطا بدون ما تنبش في الخلايا عساس ما يصرش عندك إثارة نحل وممكن يتوجه النحل لعملية سرقة وهجوم على بعض يعني إذا فتحت بهذه الطريقة بالهدوء وكذا ما في أي مشكلة أبدا تنشف الخلية تشمسها كذا تخفف من الرطوبة اللي فيها فلا بأس ما في أي مشكلة أبدا أبدا حياك الله وبرك الله بك حياك الله أخي الكريم وحيا الله جمال أخوة أخي الكريم تقول هنا أمسكت طرد من منحلي هل عند عملية التسكين في خلية أشكنه بنفس المنحل أو أرحله إلى مكان آخر لا أخي بالنسبة لموضوع الطرود يعني سلوك النحل في حالة التطريض يختلف عن سلوكه عند نقل خلية عشرة متر أو خمسة متر فبالتالي عند يمساك طرد والقيام بتسكينه ما في أي مشكلة لا مانع أبدا ضعه بأي مكان بالمنحل فإنه لا يعود نحله إلى خلية الأم لأنه أخذ قرار قطعي بعدم العودة إلا في الظروف القهرية الظروف الصعبة جدا يعني إذا سقط مثلا أمطار فجأة ثلوج رياح عاتية يعني تحد من مصير النحل أو تؤثر على مصير الطرد فبالتالي يعود إلى خليته فطالما ما في هذه الأمور الطرد لا يعود إلى خليته مطلقا يتم تسكينه في خلية ووضعه في أي مكان في المنحل مع تقديم تغزية له وإذا أمكن قرص حظنا مفتوح نضع له لا بأس ما في أي مشكلة وعموما الطرد يتقدم بسرعة لا يوجد في أي إشكالية يعني لو وضعت أساس شامعي جديد لو وضعت أقراص مبنية ما في مشكلة بس طبعا الأفضل تضع له قرص حظنا مفتوحة وقرص عسل وقرصين أساس شامعي جديد إذا كان الطرد قوي يعني ويغطي حتى يبني بداية جديدة ويشتغل بشغل جديد يكون خالي من المشاكل حياك الله وبرك الله بك